ستتعرفون في هذا الفيديو على الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي ومن الأمثلة على الاحتمال النظري، رمي قطعة النقود نظرياً، يجب أن يكون رمي قطعة النقود بطريقة غير منحازة ويكون لديكم في هذه الحالة احتمالين فقط إما صورة أو كتابة واحتمال الحصول على صورة عند رمي قطعة النقود هو أحد الاحتمالين ويساوي واحد على اثنان ويمكن تطبيق ذلك على رمي قطعة النرد أيضاً لقطعة النرد ستة أوجه أي أن رميها يعطيكم ستة احتمالات واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة على سبيل المثال، ما هي احتمالية الحصول على مجموع أعلى من أو يساوي ثلاثة، هناك ستة احتمالات ممكنة، نظرياً إذا كانت الاحتمالات جميعها ممكنة، فإن أربعة من هذه الاحتمالات توافق المطلوب، وهو أكبر من أو يساوي ثلاثة، وبذلك يكون الاحتمال أربعة على ستة، أو اثنان على ثلاثة، هذا بالنسبة للمسائل البسيطة، مثل قطعة النقود والنرد، لنأخذ مثالاً آخر وهو كرة اليد، إيجاد احتمالية تسجيل عدد معين من الأهداف ليس بالأمر السهد، حيث أنه يتأثر بعدة عوامل كتصرفات اللاعبين والطقس وكرة اللاعب وغيرها، لذلك وفي حالات كهذه من الأفضل استخدام الاحتمال التجريبي، في الاحتمال التجريبي تحاولون تقدير ما سيحدث بناء على البيانات والتجارب السابقة، أمامكم مدرج تكراري لمباريات فريق كرة اليد وأعداد الأهداف التي سجلها الفريق، هناك مباراتان سجل فيهم الفريق من صفر إلى تسع أهداف، وأربع مباريات سجل فيها من عشر إلى تسعة عشر هدف، وخمس مباريات من عشرون إلى تسعة وعشرون هدف، وثلاث مباريات من ثلاثون إلى تسعة وثلاثون هدف، ومبارتان من أربعين إلى تسعة وأربعين هدف، كم عدد المباريات إلى الآن؟ 2 زائد أربعة زائد خمسة زائد ثلاثة زائد اثنان ويساوي ستة عشر مباراة، كم ستكون نتيجة المباراة رقم سبعة عشر؟ ما هي احتمالية أن تكون الأهداف المسجلة أكبر من أو تساوي ثلاثون؟ من الصعب إيجاد الاحتمال النظري المطابق لما سيحصل في المستقبل، ولكن يمكنكم تقدير ما سيحدث بناءً على النتائج السابقة، وهو ما يسمى بالاحتمال التجريبي، وهو كما ذكرت مجرد تقدير لأنكم لستم متأكدين من وقوع الاحتمال. لاحظوا المباريات الستة عشر السابقة. هناك ثلاثة مباريات هنا، ومبارتان هنا، أي خمسة من أصل ستة عشر مباراة سجل فيها الفريق أكثر من أو يساوي ثلاثين هدفاً. إذن الاحتمال التجريبي لتسجيل أكثر من ثلاثين هدفاً بناءً على نتائج المباريات السابقة، هو خمسة من ستة عشر مباراة، أي خمسة على ستة عشر. وهذا الاحتمال ليس مؤكد الحدوث. هذا مجرد تقدير مبني على نتائج المباريات السابقة، حيث أن تسجيل الأهداف سيتأثر بعدة عوامل كالفريق المنافس والطقس ومعنويات الفريق وغيرها. لكن هذا التقدير يعطي مؤشراً يساعد في توقع النتيجة.